هي بلد الحرمين والأرض الخير يعني أرض الخير والطيبة شعبها يعني أنا بتكلم عن الشعب ما بتكلم عن السياسة لأنه ما عندي مفهوم كتير في السياسة بس الشعب ما بتحس بالغربة أول موقف بتحتاج له عندك صديقك سعودي عمره ما حيتأخر عليك يقول ليك أبشر أبشر صراحة بفخر الشديد بفخر لأنه لو قلنا بلدي الأمة السودان بلدي الأمة الثاني السعودية ليس أنا ليس أنا آخر والله بتمنى أنه نحن نكون متفاعلين يعني السودان مر بظروف صعبة جدا جدا وإن شاء الله التغييرات تكون في صالحنا في صالح الشعب بالأخص يعني ما بتكلم عن حكومة لأنه لو رجعنا للحكومة ما حعارف أتكلم يعني دي ما حاجة باختصة فيها بس أنا بتكلم عن الشعب السوداني إن شاء الله التغييرات دي لصالح الوطن السودان من الدول العانى الشديد والشعب السوداني من الشعب العانى عانى في الفترة الأخيرة بكل النواحي بتمنى إنه التغييرات دي تكون في صالح المواطن السوداني قبال الوطن قبال السياسة وقبال أي حاجة اشتركوا في القناة